طيب لأ ما أنا قلت لو في عدالة تاني ايوه لو في عدالة برم يستخده لأن الكواليتي بتاع العيبة هناك أدقل كتير ويمكن مبارح حتى كمان يعني شوف ده أنا دايما بهاجم عبدالله السعيد صح؟ تمام بهاجمه وبقول إن مثلا إيه ده العيب نص الملع مبارح والمطش اللي قابليه بيعمل حاجة جديدة دي طبعا الراجل تعليمات من المدير الثاني ليه هي كابتو؟ اللي هي لمسة ولعبة ما بيأخرش الكرة تحت رجله كتير كان الأول لازم يمسجه الكرة وبعد كده يبص ويعملها كده وبعدين يعملها كده بتكون الدنيا ايه وازدك فيه تطور يعني في أداة اه لأن بدأوا يلعبه لمسة ولعبة كتير لمسة ولعبة كتير فدي قدته المطش ده والمطش اللي فات تغيير في الأداء تغيير في الأداء ايه؟ إن هو بقى ممكن لمسة واحدة بيعملها بيبقى فيها خطورة أو لمسة ولعبة وبعدين بيتحرك كان الأول ما بيتحركش كان بيستنى الكرة كين ودلوقتي الأول اللي بيروح يطلب الكرة وبالمناسبة برضو عشان نبقى ايه خلصنا دميرنا مروان حمدي ده بسموحة؟ اه هاي الامبارح هم ومش امبارح بس مرارية اللعب صحيح وانا بقوله نصيحة خليكي السنة الجاية في اسموحة تاني لما تاخد هدف الدوري ارجع بقى نادي الزمالك انا اللي بقوله تسعة هدف لغاية ده اتكاد ليه بقى لان هناك بيلعب مش تحت ضغط هنا لما هيجي نادي الزمالك مطسي واحد لما جابس الجوان الدنيا هتقلب عليه والصفحات هتكتب عليه وهم طبعا اللعبة كلها مع الصفحات قلبا وقالبا فانا بقوله حاجة كويسة او ان انت طلعت عرص سنة دي لسموحة ياري فرقة محترمة